بدوره أدان رئيس الجمهورية برهم صالح استخدام العنف ضد المدنيين في محافظة السليمانية مؤكداً أن واجب القوات الأمنية حماية المتظاهرين رئيس الجمهورية اعتبر الأحداث التي شهدتها السليمانية مؤسفة ومرفوضة مشدداً على أن التظاهر السلمي للطلب حق دستوري مكفول وأن الإخلال بالأمن العام والعنف ضد المدنيين أمران مدانان داعياً الجميع إلى العمل من أجل حماية السلم الأهلي والممتلكات العامة وتأمين حق المواطن في حياة حرة كريمة